هنأ رئيسه والجمهورية عبد المجيد تبون مساء أمسية التولتاء الرواي الجزائري عبد الوهاب عساوي بمناسبة فوزه بالجائزة العالمية لرواية العربية بوكر في دورتها الثالثة عشر عن روايته الديوان الإسبرتي وكتب الرئيس تبون في صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عشية يوم العلم ها هو الشاب عبد الوهاب عساوي من الجلفة يلتحق بقوافل الكتاب الجزائريين الذين شغلوا الورى وملأوا ودنا بأعمالهم لكن هذه المرة للفوز بجائزة البوكر العالمي الفاخرة وخاطب سيد تبون الروائي المتوج قائلا له واصل التألق عبد الوهاب ابني وستجدني بحول الله دوما بجانبك